موسيقى بالونات بالشتى الألوان والإشكال وتصاميم متنوعة استطاعت من خلالها فاطمة أن تخلق لنفسها مكانا في سوق العمل هنا في ورشة فاطمة نتابع جزءا من يومياتها في تشكيل المصنوعات اليدوية التي اختارتها كهواية وتدرجت فيها حتى أصبحت مهنة تكسب منها دخل معتبرة هذا المشروع دخلت أولا لوسيلة الكسبوتوف غير فيم الشغف وزين عندي الدكورة وزين عندي المسائل هذو اللي حرافية كأنها يدوية اللي دخلت المشروع رغتان عني نطور فيه لعام فيه تقريبا اللي عام عندي محل لسابق ذلك كنت نشتغل من الدار كنت نعدل قربيات ونبيعهم بالجمع للمجمعات اللي دخلت هذا المجال استطاعت دائما على أني نطور فيه وستطاعت مولي على أني عندما دخلت على أني ما نستورات شيء من الدول المجاورة تتحدد هذه الابتكارات وتتنوع مجالات استخدامها ومصادرها لكنها تتحد في كونها أفكارا جادت بها قريحة فاطمة فجسدتها على هذا النحو من الأواني والإكسسوارات والمواد الفنية الجميلة هذا المجال يقد يتفرع منه أعشر مجالات أعشر دي برانش فيها ديكور وديكور مجال واسع فم لا أكياس صداق أكياس صداق عالم محدهم يقد جاء رقاج يفتح بوشي قال لا أكياس صداق كيف ذاك استلات كيف ذاك الطيافر كيف ذاك الأشغال اليدوية اللي فيهم أخ مستنوع كيف ذاك الإمبريسيون اللي خاصة بمجال الجيكور لا تخلو صناعة فاطمة من بصمة تراثية محلية هي سر تمييزها وعنصر الجذب في منتوجاتها رغت على عني نطور فيه خاصة في الصناعة اليدوية تعود الوايات كاملة اللي لي نحتاجوا لها اللي تماشى معا عادة نحن على عني نعدلهم هون محليا اللي قادة كان نعدل منها أول شي عدلتوا على عني عدلت طيافر كانوا جليا من المغرب عدلتهم منه من بواء يغير عدلتهم هون محليا حفلتهم محليا أبريل خطوة موالية وقد طبعا نعدل السليات وعدلهم هون من الزعف وطورتهم أنا عدتهم اللي من الكارتون من ذم عدت الناس تختير عنهم بجيل بهم اللي عادوا شوي قاجيمين عنهم وإنت عدت تنعدل هذو طيافر عدت تنعدلهم هذو على شكل الطيافر هذو اللي إتاج ندير فيهم بونتي وعدلتهم الكارتون وما جيتابل مليهم اللي يشريهم ويقيم ماشي بهم ماورويلة تحتاج على ترجع كي الاعتياج عند الناس للطيافر موهبة فاطمة في الصناعة اليدوية وتشكيل المواد وتحويلها إلى منتجات مبتكرة شعلتها قادرة على إعادة إنتاج كل ما يروق لها سواء كان ذلك ابتكارا أم مجرد محاكاة لا غير بالإصرار على الخلق والإبداع وعدم الاستكانة للخمول والكسل تفتقت عبقرية فاطمة على هذا النحو الجميل لتصبح صاحبة لمستنة تحمل اسمها وبصمتها الخاصة في هذا المجال نسب السن عبداوة الموريتانية ناقشت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر